السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالتوفيه للجميع ان شاء الله رجالنا مرة اخرى بعد نهاية سباق المجموعة الاولى 100 متر رجال البطولة العربية 23 لالعاب الكوة التي اقامت في الدولة المغرب بالتوفيه للجميع ان شاء الله زي ما احنا شايفين تستعد المجموعة التانية هل ترى نشوف رقم في المجموعة التانية زي ما احنا عارفين المجموعة الاولى خلصت 10-19 احسن 8 ازمنا يلعبونا الدور النهائي شاهدنا مباراة قوية جدا تنظيم رائع جدا من الدولة الشقيقة المغرب طبعا زي ما احنا شايفين الحكام بتقوم بمساعدة اللعيبة للازل الارقام علشان الفوتو فينش بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية اللي ستشاركوا في هذا الحدث العظيم هنشوف من سيفوز بالسباق من سيصعد للضر النهائي زي ما احنا شايفين مجموعتين المجموعة الاولى خلصت هتبدأ المجموعة التانية طبعا زي ما احنا شايفين اللاعب الكطري واللاعب السعودي يستعدون على الانطلاق اللاعب المغربي كل اللاعبة بتتركب هذا الحدث 100 متر لازم ما يبقى فيه تركيز اللاعب العماني اللاعب اللبناني بالتوفيق للجميع ان شاء الله يستعد الابطال 100 متر رجال عايزين نشوف رقم حكم البد واقف على الانطلاق تنظيم رائع جدا في البطولة العربية اكثر من رائع بسم الله توقعنا على الله تركيز 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 بعد ما بيخلص السباق النتيجة بيانا على الفيديو بتنزل على طول اكثر من رائع زي ما احنا شايفين هيبدأ السباق على بركة الله طبعا طبعا شايفين منافسة قوية بين العدائين في سباق الميت متر المجموعة الاولى كانت قوية جدا اللاعب السعودي يخلصها 10-11 واللاعب المصري 10-28 واللاعب الكطري 10-48 يستدون هذا المجموعة هنشوف المنافسة قوية جدا في البطولة من سيحصد الدهب هنشوف ايه اللي اخر المجموعة دي في عطل فن ولا ايه هيبدأ السباق على بركة الله اللاعبة مستعدة هتنزل على الستارت طبعا زي ما احنا شايفين امامنا البلوك ستارت هينزل اللاعبة تركيز قوي جدا من اللاعبة كله طبعا يحبس انفاسه انطلاقة قوية جدا انطلاقة صحيحة في سباق 100 متر المجموعة التانية سباق قوي جدا انطلاقة قوية جدا بين الكطر والسعودي الكطر السعودي المركز الاول البطل الكطري 10 35 المركز الثاني 10 39 السعودي المركز الثالث المغرب 10 67 المركز الرابع العماني 10 67 المركز الخامس 11 01 بالتوفيلي جميع ان شاء الله لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليق مع تحيات كابتن وليد عبدالغني زي ما احنا شايفين بالتصوير البطيء منفسة قوية جدا جدا بين القطر والسعودي المنتخب القطري والمنتخب السعودي منفسة قوية جدا 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 المنتخب السعودي راجع بقوة 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 بالتوفيق للجميع ان شاء الله لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليق واحنا هنرد عليك مع تحيات كابتن وليد عبدالغني ما تنساش اضغط لايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة